أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثاني عشر بيكتب آيتين من أروع الآيات آيات عملية فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة رسول بولوس بعد ما تكلم لكنيسة روميا بأروع الإيمانيات المسيحية أو الأساسات الإيمانية والعقائد المسيحية الرئيسية الرسمية بيجي لنقطة عملية كتير كتير مهمة وبيبتدأ بالتوسل من أجل الإخوة لأنه يعلم خطورة الموقف والسلوك في هذه الحياة لأنه حقيقة في عدو لئيم اللي هو الشيطان اللي بيستخدم أسلحة كثيرة بيستخدم سلاح العالم أي نظام العالم الشرير الفاسد بيستخدم جسد الخطية وبيستخدم طبعا بحارب الذهن لأنه الذهن هو مكان للمعركة وبيستخدم طبعا كل المحاولات لحتى يعيق نمو المؤمن وإحنا في هذه الأيام رغم التقدم الهائل من خلال الميديا لكن منشوف فيه موجة فطور في الكرازة وبرودة في المحبة والناس بشكل عام ملهاش نفس والبعض وصل للإحساس الكآبة ومعتش عنده هيك نفس ولا على أي شيء لا يروح على كنيسة ولا يقرأ الكتاب المقدس ولا يصلي ولا حتى يشهد يعني كأنه بالكاد يخلص نفسه لكن أحبائي بقول الكتاب هون ولا تشاكلوا هذا الدهر هذا الدهر اللي هو تحت سيادة الشيطان لأنه مكتوب مكتوب الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإذن هو إله هذا الدهر وهو رئيس سلطان الهواء ومكتوب عنه رئيس هذا العالم لهاي واحدة من مواصفات الشيطان ولكن لاحظ الكلمات بقول ولا تشاكلوا لألا تتشكل بحسب ضغوطات هذا العالم بحسب مبادئ هذا العالم بحسب فلسفة وقيم هذا العالم فمبادئ وقيم هذا العالم هو ضد نظام المسيح هو ضد نظام المسيح يعني ضد المسيح هذا روح العالم اللي بيستخدمه ضد المسيح ينكر وجود الله ينكر لهوت المسيح ينكر صلب المسيح ومن ثم تقود إلى الابتعاد عن الله والانفصال وأنه يعيش حياته بحرية كاملة وأنه بيتلزز بالخطية كما يقول الكتاب يشربون الإثم كالماء وما بيعدش عنده راذع ولا ضمير ولا أي شيء كله بيتخدر وبصير النور ظلام والظلام نور وكل شيء الشر خير والخير شر وهذا اللي بنشوفه في هذه الأيام بيستخدم الهرطقات والبدع والديانات المزيفة كلها ضد نظام الرب يسوع المسيح فيقول لا تشاكلوا هذا الدهر لأنه إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لا تشاكلوا هذا الدهر لأنه مكتوب يعني هذا العالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد أو كما قال الرسول بولوس إلى كنيسة كورنتوس هيئة هذا العالم ستزول الأشياء اللي منحبها والأشياء اللي متمسكين فيها وكل هذه الأشياء مؤقتة يعني مكتوب فرح الفاجر إلى لحظة وأنه كل هاي المتعة اللي احنا منفكر فيها كلها مؤقتة ولكن على النقيد كتير أشياء اللي راح تضرنا جسدياً نفسياً عائلياً اجتماعياً وروحياً يصبح الإنسان مقيد مكبل بأصفاض وأغلال العبودية فالرب يدعونا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية فيطالبنا بشسد جسد مكرس تسليم كامل للرب يطالبنا أن أذهاننا تتجدد يعني ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم ذهن بحسب صورة المسيح نتجدد بروح ذهنه كما يقول الكتاب المقدس ثم يطالب بقلب طائع قلب مكرس وإرادة خاضعة بالكامل إلى يسوع المسيح فإذن لا تتشكل فالله يطالب المؤمن أن ينفق هو في العالم صحيح وعايشين في العالم لكن ينفصل عن هذا العالم محبة العالم عداوي لله لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة ثم يقول القداسة التي بدونها لا يمكن أحد أن يرى الرب تصور أنه الله قدوس بيكره الخطية وكل شبه خطية وكل شر وشبه شر فما فيك تلعب لعبة على الله فالخطية هي ضد الله الغير محدود وإيهها عواقب أجرة الخطية موت وعذاب أبدي في جحيم النار فمشان هيك إحنا بيدعونا نكون شعب مميز شعب مختار أمة مقدسة ما نتشكلش بحسب ضغوطات العالم ونساير العالم إحنا منحب العالم ورح نقدم كل ما هو خير وكل ما هو في إمكانياتنا للعالم بس لا نتبع المبادئ والفلسفة والقيم والأنظمة وأخلاقيات هذا العالم اللي هي ضد الرب يسوع المسيح وأريد أن أقول للمؤمنين اللي عم بيساوموا على الحق واللي بيسايروا بسبب الخوف والجبن في حياتك قل له يا رب حررني من كل خوف نعم قدم رسالتك لكن بمحبة بدون خوف وأنا بدعوكم كما يقول الرسول يعني بناشدك يعني بقول أطلب إليكم برأفة الله يعني لأنكم إخوي وحبايب وأنا بتوسل لأله مشانكم أنه لا تشاكلوا هذا الدهر تغيروا عن شكلكم يمكن الحكي بيكون علينا والأصابع موجهة ضدنا ولكن معليش الرب بيعرف إحنا مش رح نساير العالم حتى نكون مقبولين لهذا العالم ولكن في نفس الوقت لا تكون متعصبا أو متزمتا فالمسيح كان عايش مع الناس كان بيجلس مع الخطى والعشرين والزوان وكان يعني بيلب الدعوة للناس وبروح للأماكن يمكن اليوم أنا وأنت لو رحناها وشفتنا الناس بقولوا يا عب الشوم على هذا الإنسان بصيروا يعيرونا ويتهمونا ويطلعوا علينا كل إفترة وكل أكذيب ولكن حبائي إحنا مدعوين نرضي الله في حياتنا فأنت مقدس ومدعو للقداسة وإنت مميز حتى تكون مثال تعكس صورة المسيح في حياتك وشهادة المسيح ورسالته وتكون مثال صالح في هذا المجتمع فالعالم هو مثل حلب التق ملاكمي عم بوجه الشيطان ضرب تلو الأخرى لكي يضرب الضرب القادية ولكن حط ترس الإيمان البس سلاح الله الكامل مجد الرب في حياتك صلي مع المؤمنين اشهد عن الرب يسوع المسيح لا تترك الاجتماعات جرب تبتدي حيات الصلاة يوميا ابتدي بخمس دقائق ابتدي بقراءة بسيطة ورح تشوف نفسك تنتعش وتنهض وتنطفد ويوميا صلي قل له يا رب اسلب هذا الجسد مع أهواء وشهواته وأريد أن أكون في مركز إرادتك وأريد أن أتشبه بيسوع المسيح هاي صلاة اليوم أنك تكون مثل الرب يسوع المسيح وله كل المجد وحده والرب يباركك